هنا بقى هنتبله بكل التوابل اللي كانت موجودة عندنا في المقادير وكانت لسه نازلة على الشاشة دلوقتي ياريت ننزلها تانية يا سيداها كل التوابل بتاعتنا اهو حبهان وتوم بودر وبصل بودر من كل حاجة كده ايه يعني نص معلقة صغيرة مش اكتر من كده اهو وزعتر كمان وروزميري بيدو طعم حلو جدا جدا مع عرق اللحمة المقادير اهي قدامك يا جماعة وكبابة صيني حلوة جدا جدا وزي ما قلتلكم ست الحبايب بوهرات ست الحبايب معانا كمان النهاردة طعمنا بيها ميت الرز وهنطعم بيها كمان الخضار بالشكل ده جماعة واهم حاجة طبعا مش عايزين ننساها الملح والفلفل اسود ادي شوية فلفل اسود كده وادي الملح كل اللي احنا حطينا ده هيطعم الخضار اللي هو المفروض السوس الطبيعي جدا اللي هنعمله جنب عرق اللحمة زائد ان هو هيطعم لي عرق اللحمة نفسه هيطعم لي اللحمة نفسها ان دلوقتي كله هيستمي مع بعض الاول بس نشوح الخضار مع التوابل كلها والملح والفلفل الاسود تديكي الشكل اللي انتو شايفينه ده ماشي يا الله عليها شايفين ازاي اهو كده وبعد كده تعالوا بقى نفتح بالشكل ده اهو بنفتح لايه هنجيب ايه تفتكروا هنجيب عرق اللحمة بسم الله ندروح حطينه كده اهو يلا اهو والله بصوا بالشكل ده كده وبعدين لو تفتكروا كان معانا اه مية كوباية مية سخنة دوبنا فيها مرأة في الاول خالص هجيبها اهي مكعب المرأة ده كمان هيطعم لي جدا جدا عرق اللحمة وهيطعم لي الصوص في الاخر ادوب بقى كده اهي المكعب مع المية السخنة بالشكل ده وبعدين نروح واخدينه بصوا نصوا كده نحيا دي بحركة كده دائرية اهو عشان يطعم لي الخضار كله دي كوباية مية يعني معنى كده ان عرق اللحمة مش هياخد اكتر من كوباية مية اهو بالشكل ده حلو كده بس وبعد كده هروح بس متجاله كده ايه كده الصانية نهزها هزة بسيطة بالشكل ده وهطفي النار وهغطي الصانية دي وهندخلها الفرن مش اكتر من كده حط الحاجة فين يا ونادي حط الحاجة فين اه شكرا يا سيزا احمد والله شكرا قوي متشكرا على الوصف الدقيق ده بصوا نمسح بس كده كل ده اهو كده ونجيب الصانية يلا بينا الله عليك يا سيزا احمد بجد شكلها يفرح والله شكلها يفرح الله ينور اه ماشي تمام زي الفل والله زي الفل الله الله لا 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 ده بيتغزل كمان يعني لو لو تلاحظوا يعني يا سيزا احمد بيتغزل فلصانية يعني شايفين تحسوا كده ان هو حبيب الشكل قوي بصراحة لو انتوا شايفين المنظر ده كده بصوا الخضار مع عرق اللحمة شكله يفرح ازاي الله اكبر بجد طحفة طبعا محمد سيد عامل شغل عالي جدا جدا وعبد الرحمن بقى وسعيد يعني لا غالبا لا